اشترك في القناة نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام وتاني حاجة بقى عايز حضراتكم تكونوا فاهمينها معايا في الفيديو ده ان انت قبل ما بتركب اي امر لازم بتاخد حاجة دليل يعني ايه بتاخد حاجة دليل يعني احنا كفنيين انا بالنسبة لي ببدأ من ناحية النيلسات فزي ما حضراتكم شايفين ده طبق النيلسات واتجاه النيلسات نروح بقى للطبق المتر اللي معانا اللي عليه شرح النهاردة وطريقة تركيب امر سهيل او طريقة استقبال امر سهيل طبعا زي ما حضراتكم شايفين الشرح ده مش شرط انه هو الطبق يكون متر ممكن تستقبل الامر بطبق 70 سنتي وممكن ب85 بدون اي مشاكل برضو من تاني النقط اللي عايز حضراتكم تكونوا عارفينها ان الـ LNB او القطعة الخاصة اللي بتكون رجبة على الطبق اللي بتستقبل بيه سهيل ما بتكونش وغدى الزاوية او الميل زي النيلسات بتاخد زاوية او ميل لتحت زي ما حضراتكم شايفين وكرنوها باي طبق على النيلسات هتعرف انا بقص ديه دي تاني خطوة معنا النهاردة علشان تقدر تستقبل الامر طيب امر سهيل تقريبا بعد النيلسات وانت واقف ورا الطبق على ايدك الشمال بحوالي 30 سنتي وطبعا لازم ترفع وش الطبق لفوق حوالي 10 سنتي طبعا المأسات اللي بقول لحضراتكم عليها بناءا ان انتو شايفين طبق على النيلسات او متجهين ناحية النيلسات فعايز تغير اتجاه الطبق وتخليه سهيل او بدر 26 طيب اقوى تردد واضعف تردد على امر بدر 26 اقوى تردد معنا هو 1130 معدل ترميز 27500 والاستكتاب هيكون حرف الاتش او كلمة افكي طبعا التردد ده خاص بقنوات السعودية على امر بدر او سهيل 26 اما اضعف تردد معنا علشان تقدر تكون مستقبل الامر تمام باشارات كويسة تقدر تختبر تردد 12418 ومعدل الترميز هيكون 27500 والاستكتاب هيكون حرف الاتش او كلمة افكي طبعا التردد ده خاص بقنوات اس اس سي سي السعودية وبكده يكون حضراتكم عرفتوا اتجاه الامر ازاي وكمان الزاوية الخاصة بميل العدسة اللي هي الـ LNB وكمان عرفتوا الترددات اللي انتوا هتقدروا تثبتوا عليها وتتأكدوا ان الطبق عندكم تمام بس مش اكتر ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة وحبيت اوصل لكم طريقة الشرح او طريقة تركيب امر سهيل سات او بدر سات 26 لكترة اسئلة المشاهدين وما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وانتظرونا في كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته